اشتركوا في القناة فيديو النهاردة هنعمل مع بعض نفورة نفورة بدون محرك هنستخدم ثلاثة ازايز هنقص منهم ازازة هنجيب الغطيين بتوع الازازة ونبدأ نثبتهم في بعض كمان برضو هنستخدم اتنين شاليمو اللي هي الشفاطة وهنستخدم خرطوم رفاية بعد ما ثبتنا الغطيين هنخرمهم وهنحط فيهم الشاليمو او الشفاطة وهنبدأ نثبتها بالشمع وبعد كده هنقلب الازازة التانية وهنجيب الغطي وهنثبته عليها ونثبته كويس وبرضو هنعمل خور وهنحط فيه الشاليمو او الشفاطة التانية وهنركب الثلاثة ازايز في بعض بعد كده هنجيب الخرطوم الرفايع دوت هنركب اوله كده شاليمو الخرطوم الرفايع ده انا جيبته منين يعني دورت عليما لتوش جيبته من الصيدلية الجهاز اللي هو بي الخرطوم اللي بيوصله بالمحلول وخدت منه الخرطوم دوت هم بيسموه في الصيدلية وريد هو رخيص بخمسة جنيه حاجة زي كده يعني مش غالي وهنبدأ نثبته من تحت في الازهزة من تحت وفي الازهزة اللي فوق من فوق وهنركب الشاليمو اللي هو بيلف ده طب بيشتغل ازاي الماء بتنزل من فوق في الازهزة اللي تحت بيحصل ضغط هوى هنا الهوى ده وقت بيمشي في الشاليمو التاني بيجي في الازهزة اللي فنص بيعمل ضغط هوى هنا ضغط الهوى بيزوق المية بيضغط المية تطلع في الشاليمو اللي فنص بيطلع المية من فوق ويلا بينا نجربها عالطبيعة هنصب المية بصراحة رائعة يعني حاجة مش مكلفة شوية ازايزة على كام شاليمو وبدون محرك جميلة ياريت كلنا نعملها نوريها لأولادنا الفيديو هنا خلص نشكرك على المشاهدة ياريت تعملولنا لايك تشتركوا في القناة خد كمان جولة في القناة هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك ونشوفك في فيديو جديد مع فكرة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة